أجمع محللون اقتصاديون وخبراء اجتماع على أهمية دعوة الملك محمد السادس للقيام بدراسة حول القيمة الإجمالية لثروة المغرب منذ عام 1999 إلى نهاية سنة 2013 وذلك ليتمكن جميع المغاربة من الاستفادة من ثروة بلادهم ولتعمق أكثر في تفاصيل الرأسمال اللامادي بالمغرب يسعدني أن أستضيف الأستاذ عبدالعزيز الرومانيا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي ليعطينا المزيد من الإضاءات في هذا الشأن سيد عبدالعزيز مرحبا بك سيد حسان عهلا وسهلا تحدثنا طويلا سيد عبدالعزيز طيلة الأسبوع الماضي عن مختلف الجوانب المتعلقة بالرأسمال اللامادي نود أن تجيب نوى بلغة بسيطة عن السؤال قد يخطر على بال المشاهدين هل يمكن أن نقنع مواطنا فقيرا بأنه غني من الناحية اللامادية وكيف يمكن إقناعه بأن البلاد غنية كذلك سؤال دقيق وهدف في نفس الوقت لأنه في الحقيقة نحن نتكلم عن اقتصاد معنوي اعتباري غير ملموس غير نحس به نشعر به ولكن نلمسه ولا نراه يعني لا يمكن أن نتحدث كما قلت سيحسام مع شخص يعاني من الفقر ليس في جيبه أي فلس واحد كما نقول وتقول له هذه أحلامك في الاقتصاد غير المادي ولكن هو نفس السؤال إذا ما تحدثنا نقول هل الغني أو الفقير أو غيره لا يمكن أن تكون لهم أشياء معنوية الإنسان يتكون من مادة من طبيعة الحال ولكن يتكون أيضا من إحساسات من مشاعر ومن قيم والأساسي طبعا وهذا الجانب الجانب القيمة لا يمكن أن نستبعد من نقاشتنا مع فقير أو غني قضية الأخلاق مثلا قضية الكرامة قضية التوقعات قضية الفكر قضية التعليم قضية الصحة قضية البحث العلمي لا يمكن أن نبعد منها نبعد من نقاش هذا فقير أو هذا غني في هذه الحالة خاصة أن هذه الجوانب تتحول في لحظة من لحظات إلى مورد للقيمة المالية للأصول للجانب المادي كما نقول مثلا شخص دو أخلاق جيدة دو مهنية دو معرفة دو الطلاع دو خبرة يكون من طبعا من حيث المرضودية المالية أحسن من شخص لا معرفة له ولا خبرة له ولا اطلاعاته ولا حتى أخلاق له كما يقول وإذلك هذا الجانب لا يمكن أن ننسيه من أن نبعده أن نستبعده من كل النقاشات التي نحن بصددها هي النقاشات التي تصب من طبعا الحال في الجوانب التي نتحدث عنها جوانب غير مادية ولكن هي ذات مرضودية تنعكس في لحظة من اللحظات إلى جوانب مادية لأن أي دولة من الدول إلا وتجد أن عندها مثلا رأسمال طبعا مرتبط طبيعي اللي فيه المناجم اللي فيه البحر اللي فيه المياه اللي فيه جيبال اللي فيه الغابات عندها رأسمال آخر اللي هو رأسمال من طبعا منتج ما ننتجه كان نبنيوا الديور كان نكسبوا الفلوس عندنا أصول مالية عندنا بعض المعطيات اللي داخلها في البنيات التحتية ديالها البلاد قناطر مناجم موانئ غير ذلك ولكن عندها أيضا أصول أخرى رأسمال آخر اللي هو رأسمال غير المادي والذي له انعكاس خطير وعبه العالم الآن بدءا من القرن العشرين يعني أواخر القرن العشرين يعني بدءا من سنة 1992-1994 بدأت المؤسسات الدولية تعي هذا الجانب وتعي أهميته تنموية وأهميته أيضا المادية وذلك أخذته بعض الأعتبار طيب يعني وهذا يقودنا إلى الحديث أستاذ عبد العزيز عن التعارض الكبير ما بين ما نتحدث عنه من ثروات لا مادية وبين سيادة الفوارق الاجتماعية وسيادة الرشوة وضعف العدالة فكيف لنا في ظل كل هذه المعويقات وظل هذه الكوابح يعني أن نتحدث عن إمكانية حدوث عدالة اجتماعية في الحقيقة هذا السؤال أيضا دقيق لأنه له مبعث آخر وله عوارد أخرى أو كوابح كما سميتها كوابح توقف عجلة التنمية إلى الأمام الفساد والرشوة وكل آفات وهذه المصائب التي تلي بها ضعف العدالة لا تهدد فقط الاقتصاد الغير المادي تهدد أيضا الاقتصاد المادي لأن هذه الآفات لها انعكاسات خطيرة على مستوى الحياة التنموية لأي دولة من الدول المغرب هذه عشرين عام تقريبا وهو منكب على بعض الإصلاحات في هذا الاتجاه في اتجاه الحد من هذه الآفات في إقامة إصلاح عميق لمجال القداء للإصلاح لأنه بدون قداء لا يمكن أن تكون هناك استثمارات تبغي نولكر هنا يعني ما غنتوقفوش نقولولا ما نشوفوش الرأس المال المادي دينا لأننا ما زلنا ما شلحتناش للقداء في واحد الشكل اللي كان نطرحول له ما نقولوش لا ما نديروش وقف مع الدات وتأمل مع الدات ومراجعة ما يمكن مراجعته لأنه لازالت الرشوة ولا زال الفساد أخلاقي والسياسي يعني بشكل كبير في بعض جزئيات ولكن نحن نسيره افتجاه إصلاحات ليست شمولية ولكن أحيانا قطاعية تصب في كل اتجاهات وما دامت تسير بالموازات مع بعضها البعض فلابد أن تصل إلى نتيجة اللي يمكن تساعد وتكون مكملة الآن نحن نتحدث عن مشروع تقرير بخصوص الرأسمال الغير المادي هذا لا يمكن أن يخلق طورة في البلاد يعني يتصورها الإنسان يعني يمكنوا واقعيين مع الناس ومع المواطنين ومع المشاهدين الأمر لا يتعلق بشي طورة هيكلية غريبة ولكن يتعلق بوقفة للتأمل يتعلق بمعرفة الحاجيات في المغرب جلالة الملك في خطابه قال نحن نعرف ماذا نريد وإلى أين نسير هذه تلبية هذه الحاجيات يمكن أن تكون أن تساعد على توزيع الطروات في هذه البلاد ويمكن أن تساعد أيضا على إقامة بعض الإصلاحات الهيكلية المهمة جدا ويمكن أن تساعد القيمة تزيل هذه الفوارق الاجتماعية تخفف من هذه الفوارق الاجتماعية على الأقل في غضون إلى القناة بعيننا هنا عشر سنين أو خمس سنين قدروا نقلوا مغرب آخر لك سعين كنا نضروع للمغرب آخر طيب أستاذ عبد العزيز هل قربتنا أكثر من الموضوع وحدثتنا عن كيفية تحول الرأسمال غير المادي إلى عامل مدر للثروة إلا إحنا أخذنا مثلا جوانب وضحة في الاقتصاد فرأسمال غير المادي مثلا نقوله أخذنا الجانب الأمني الجانب الأمني مثلا وناخده دول ليبيا العراق سوريا أو غير ذلك ليبيا مثلا دات موارد مادية هائلة جدا دات منتوجات مالية هائلة أصول مالية أيضا موارد طبيعية مهمة جدا البترول على الخصوص والنفط لكن نرى أنه في غياب الأمن ينهار كل شيء تنهار راحة الإنسان تنهار التنمية ينهار اقتصاد الرأسمال المادي والرأسمال المادي يعني نحن أمام خرب أيضا إذا تحدثنا متنان عن الصحة صحة المواطن هي رأسمال غير مادي وتنعكس مباشرة عن رأسمال المادي لأن بها يتم النمو بها تتم مساهمات الإنسان في تنمية محيطة وفي تنمية بلاده وبها يمكن أن يحقق موريدا ودخلا كذلك التعليم كذلك غير ذلك طيب يعني هل يمكن أن نفهم من خلال كلامك أنه بعد صدور التقرير حول الرأسمال غير المادي ستشرع الدولة في إصلاحات أكثر عمقا ويتعلق الأمر مثلا كإصلاح العدالة ومحاربة الفساد هي وقفة من الوقفات في سنة 2013 فينات تقرير ديال الخمسينية و2015 لنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولكل هذه التقارير وغيرها وغيرها من المشاريع والدراسات وغير ذلك كانت عندها مساهمة في المشاريع وفي الإصلاحات وفي الأوراش التي ينهمك فيها المغرب وينكب عليها حاليا بالنسبة لهذا الجانب المغرب الآن يحقق الآن لوحظة من خلال تقارير البنك الدولي على الخصوص أن المغرب يمشي بطفرة متوازية كبيرة جدا وأنه يحقق 1.5% في رأس مال غير المادي دياله كان يتوجد في حوالي 72 الآن يتوجد في ما يقرب من 75 الدول القوية اللي عندها قوة وعندها اقتصاد مادي قوي كتحقق ما بين 60 وما بين 80 الجزائر اللي في جنابنا عندها طروات طبيعية كبيرة جدا ما استطعتش تطفر حتى الـ 18% لوحظة أن هناك قيمة كبيرة لهذا الجانب وله تأثير إيا في التنمية إيا في الاستقرار إيا في تدفق الاستثمارات إيا في التموقع الدولي ومن طبع الحال الجانب الاعتباري والمعنوي وإذلك لا بد من تحديده وأعطائه قيمته أيضا كقيمة إضافية لتساهم في تسير الطريق وفي توجيهها بالنسبة لهذا البدد طيب يعني المغرب للإشارة فإن المغرب يعتبر من البلدان القليلة التي قررت على نحو استباقي إطلاق مشروع تقييم ثروتها الوطنية ورأس مال البلاد غير المادي ما بدى تأثير ذلك من الناحية الاقتصادية وحتى الاجتماعية فعلا المغرب انتبه إلى ذلك لأن هناك منتظم دولي وقال إلى أي البلدان التي انتبهت إلى هذا الشيء هناك بلدان الآن منهمك في ماذا؟ في استرجاع رأس مالية غير المادي في استرجاعه أقول وهكذا هناك دول كثيرة منهمك الآن مشغولة في استرجاع هذا الرأس مال ولعله صعب جدا لأن هناك دول رجعت 60 عام إلى الوراء هذا شيء واقعي لا يمكن بسرعة أن تتحدد المغرب واعي بقيمته الأمنية بقيمته في مجال الاستقلاء بجودة خدمة مؤسساته ويريد الآن أن يبحث عن جوانب الانسجام ما بين هذه المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة وكيف يمكن أن تخلق له اعتبارا هاما على المستوى الوطني والدولي من طبع الحال وكيف يمكنها أن تساهم في خلق طروة أخرى من طبع الحال وتسهل توزيع الطروة المادية بالنسبة للمواطنين وذلك في أفق تعميق الإصلاحات والأوراج الموجودة من طبع الحال في أفق خلق انسجام مع المعطيات التي سيفضي بها الإحصاء في هذه السنة إحصاء السكن والسكنة ومن طبع الحال آنذاك يمكن أن ننظر إلى اختيارات استراتيجية تساهم في خلق تنمية محلية وطنية ومن طبع الحال إن عن المستوى الاجتماعي إن عن المستوى الاقتصادي من طبع الحال الإصلاحات الأخرى التي ذكرتم لا بد أن تكون منها دمقراطة الحياة السياسية وهذا شيء مهم جدا لأنه خارج الدمقراطة الحزبية لا يمكن أن نتحدث عن أخلاق على المستوى السياسي مثلا ويمكن أن يكون لذلك انعكاس على المستوى الاجتماعي أمام هذه التوجهات يمكن المغرب أن يسلك إن شاء الله طريقا نحو الأحسن في أفق 2020 أو 2025 الأستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الشمعي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات فيما يتعلق بموضوعنا اليوم الرأسمال اللامادي نلقاك في مواضيع أخرى في موعدنا الأخبرية المقبلة